اشتركوا في القناة وصحبه ونتبعه بإحسان إلى يوم الدين بيسعدني أنني ألتقي بيكم في طيبة طاهرة المباركة دايما نحب دايما نتطمن ونطمن نفسنا بوعد الله عد وجل الناس شايفين الأمور المتردية صح الأمور المتردية وده فعل السورات ولكن إن كان عندنا دايما عايزين يبقى عندنا دايما نظرة إلى وعد الله عد وجل وعد الله الذي لا يخلف الميعات وعد الله أنه لأغلبن أنا ورسلي الحق اللي قائم الحق اللي باين وظاهر لابد له النصرة أخير وأولا دايما بنقول دايما إن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة أوضاع اللي احنا فيها دايما ننظر إليها بنظرة اليقين فيما عند الله عد وجل كل واحد ينظر إلى ما وعد الله إلى ما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق لا بد أن ينتصر فأما الذبت فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كل اللي احنا فيه فعلا أوضاع شديدة ومترضية قوية بتقوم بها أيادي أيادي آثمة شوف الناس اللي سبحان الله رب العالمين وفيه أيادي فيه ناس من العصر البائد الناس اللي عايزين نعود إلى دولة الظلم والطغيان اللي كانوا استفدين اللي كانوا مسيطرين اللي كانوا محكمين قفضتهم على كل أخضر ويابس دولة عايزين كل حاجة تعود كما كانت وفيه ناس تانيين كارهين لكل ما أنزل الله كارهين لكل إسلام ومسلمين وده وعظ الله وده صدق الله حيث يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وتلاقيهم ما بيعدوش لحب فيش حاجة اسمها إخوان ولا سلفيين ولا نور ولا وسط لا الأساس هو كره للإسلام والمسلمين الفئتين دول اللي مش عايزين نعود مش عايزين نطمئن أبدا مش عايزين نتقدم مش عايزين صورتنا تتم وتنضب وتبدأ ثمرها تينع بين أيدينا أبدا بيعطلوا فيها بكل ما يملكون كل أيديهم الخفية الخبيثة الإعلام السيء والعياذ بالله الإعلام الفاسد المأجوع اللي بيأجج في البلاد وبين العباد ليل نهار كل الناس اللي بيستأجروا في الشوارع ونشوف أشكالهم وأصنفهم اللي عايزين يولعوا في البلد ويخربوا فيها الأخضر واليابس عشان كل الناس ترجعوا ودأنا نسمعها عشان يقولوا إيه ولا يوم من أيام المخلوع والله بدأنا نسمعها وابدأ حج أي واحد فيهم قال لهم يوم من أيام إيه من أيام الظلم من أيام القهر من أيام العبودية من أيام الاستبداد من كتم الأنفاس من أيام أمن الدولة من أيام إيه انتهاء كل الحرومات قرقبضة ومص دم البلد وتوزعها عليهم من قليل وكتير وصغير وكبير هي دي الأيام هي دي الأيام اللي بتتمنوها أنها تعود أبدا حسبونا الله ونعم الوكيل طيب فاصل إن شاء الله ونعود إليكم عدنا إليكم ونحب نكمل ونتواصل في موضوعنا ونحب نطمن نفسنا ونطمن إخوانا وأهلنا أن الفجر مهما الليل مهما طال فلابد من بزوغ الفجر ودوام الحال من المحال وإن شاء الله رب العالمين بندعو الله عز وجل بس عايزين نعود إلى الله نعود إلى الله ونبتهل بين يدي الله ونقوم ونعمل ونجد وننشط مش كلنا عاديين مستنيين مستنيين إيه عايزين كلنا نعمل ونجد حتى نخرج بالبلد وإن شاء الله رب العالمين نصر الله قادم وعز الله قادم وخير الله قادم وهذا وعد الله لعباده الصالحين ولهذا البلد الطيب الكريم نودعو دايما إنه بني وفق رئيس العباد إلى خير البلاد والعباد أن يوفقه إن شاء الله ويصلح بين يديه كل من حوله لخير الراعي وراعية بنسأل الله بندعو الله زي الإمام ونقول لو كانت لها دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم فبصلاحه تصلح الأمة فبندعو لرئيسنا الدكتور محمد المرسي بالسبات وندعو له بالنص وندعو له بأن الله يوفقه إلى كل خير هو كل من القائمين على أمر هذه البلد وأن ينجيه من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وكرهة الكارهين إنه قريب سميع مجيب الدعوات بنتوجه إلى الله وبنعود بيكم إلى موضوع حلقتنا اللي بدأنا قبل كده وبيسعدني أنني أتواصل مع حضراتكم على كل الأرقاب اللي بدأ أمام حضراتكم على الشاشة في أي موضوع من موضوع الطب الأطفال أو الموضوع اللي بنتكلم فيه بنتكلم وبقالنا مجموعة من الحلقات على إزاي نواجه وإزاي نتعامل مع الحالات الطريقة اللي إحنا بنشوفها في البيوت أو في الشوارع أو في أي مكان وبنتكلم دايما إزاي أي إنسان عادي في البيت إزاي يتعامل معه أي حالة طرقة قبل أن يصل إلى الطبيب أو قبل أن يصل إليه طبيب يبدأ يتعامل معه بالنظام العلمي اللي احنا تعلمناه بالنظام اللي فيه تقنية اللي فيه نظام طبي لا إحنا عايزين إزاي نلحق الحالة إزاي نقلل من مضاعفتها إزاي دائما يبقى عندنا أي خلفية طبية تبقى موجودة عندنا نبدأ ننقذ حياة مريض قبل ما ييجي طبيب إزاي نقلل من المضاعفات نقلل من كل الأصاري السلبية اللي ممكن تحصل للواحد على ما نوصل لمستشفى أو لطبيب أو يصل إلينا طبيب بنتكلم على حالات كتير وكنا بنتكلم المرة الفاتت أخر حاجة عن الجروح وبنقول أي جرح بييجي أهم حاجة عندنا في الجروح اللي بتحصل إننا نوقف النزيف بتاعها ودايما نقول عندنا دايما في البيت يبقى فيه مطاحيرات موجودة في البيت سفلون والبتدين والكحول الأبيض لازم يبقى فيه صيدلية البيت ولازم كل بيت وكان زمان كل بيت فيه صيدلية وكلام ده قال لي أوي صح فيه نلاقي كميات أدوية كبيرة جدا موجودة في كل بيت وكل واحد يقولك عندي أجزا خانة بس الأمر مش منظم خالص كان زمان عندنا في البيت يبقى فيه عنين صيدلية ودهنين لونها أبيض ومعلقينها في مكان في البيت واضح ويبدأ فيها الحاجات الأساسيات اللي احنا كلنا عايزينها عايزين حاجات عايزين شاش عايزين قطن عايزين بلاستر عايزين مطهيرات عايزين حاجات البسيطة اللي مهمة جدا قبل الأدوية محدش يبدأ يتعامل مع أدوية دايما اللي بيتعامل وبيشل إلى الأدوية الطبيب يبقى دي احنا عايزين الحاجات الأساسية دي اللي تبقى موجودة عندنا إن دي الأساسيات ودي اللي هتنفعنا في أي حالات طريقة غير الأدوية الأدوية لازم الدكتور يقول لك تاخد الدواء ده وبجرعة كذا وبنظام كذا يبقى الأدوية مهما كترت في البيت وكل واحد يقول لك عندي صيدلية في البيت ولكن التعامل معها صعب جدا مش هو اللي يقدر يتعامل معها لأن الصيدلية والأدوية دي حالات مرضية اللي بيدخل فيها الطبيب اللي بينظم علاجاتها وأدويتها وجرعتها وأوقتها لازم يبقى الطبيب مش أي واحد عادي لأب ولا أم ولا أخ ولا أخت هيبدأوا يقدروا الحالة ويقدروا اللي بنعمل إيه اللي نديه للحالة المرضية إنما الحاجة دي ونبدأ ناخد عندنا ونشوف دايما عندنا أي جرح بيحصل عايزين حاجتين أول حاجة نطهر الجرح لأنه مش عارفين الآلة أو الحاجة اللي حصل بسببها الجرح مدى التلوث اللي حصل فيها إن كانت حاجة حدة إن كان وقوع على الأرض استضام بأي جسم صلب أول حاجة بنتهر المكان منطهروا وكلام دا ما بياخدش وقتا لوقت قليل جدا مهما يكون النزيف بنحاول نطهر الجرح وبعد ما نطهر الجرح أهم حاجة عندنا إننا نوقف النزيف طيب بنوقف النزيف دايما بنجيب برضو شاشة نظيفة أوطنة نظيفة وبنبدأ نحطها على مكان الجرح وبنضغط عليها وبنبدأ طبعا نضغط على ما نعودش كل شوية نغيرها وكل شوية نبدأ نبدلها يبقى الباك اللي إحنا حطينه كله اتمالى دم أما بنشيله ونحطه واحدة بيبقى بنكتر كميات الدم اللي بتنزف وبنحاول وبنضغط على المكان على قد ما نقدر لأطول مدة ممكنة على ما نبدأ نتعامل مع الجرح أو نوصل لمستشفى أو نوصل لطبيب أو نبدأ يتعامل مع الجرح ده وبنقول دايما بنطهر الجرح وكنا بنتكلم الضغط اللي فات كان فيه برضو عادة معروفش لسه موجودة ولا لأ ولكن بنشوفها إن نيجي نسيجه مكان الجرح ويحشوه حاجة زي البن طبعا فكرة إن البن حاجة بتدخل كأنها باك ويبدأ الجرح بالكامل للاقيه محشي بن شوف البن قد إيه دقيق وقد إيه ناعم ويعمل لنا مشكلة كبيرة جدا ويبقى المشكلة كلها زي ننضف الجرح من كمية البن الرهيبة اللي مالية الجرح اللي ممكن تبقى خطر جامد قوي لو فضت في الأنسجة تبقى كأنها جسمة غريبة هيبدأ يتعامل لو إن فيه أي شيان أو حاجة مفتوحة وممكن الزرات دي تمشي مع الدم دي تبقى مشكلة أكبر مشكلة كبيرة جدا ممكن تعمل لنا جلطة في أي مكان ممكن تعمل لنا انسداد في أي مكان ونيجي نتعامل مع الجرح وفكر الكلام ده أيام ما كنا قبل كده وإحنا زيارينه في الاستقبال كن أكتر حاجة تقلم العيان وتتعبنا أننا بنبدأ ننضف الجرح من البن اللي نقعد فترة رهيبة والعيان بيتقلم عشان ننضفه تماما قبل نبدأ نتعامل مع الجرح سواء لو هناخد غرص جراحية فيه أو هنبدأ نقفله عادي بالضغط ونبدأ بالغيار اللي يكفيه ذلك ما يكون جرح بسيط سطحي ولكن بنبدأ لازم ننضفه تماما ما يبقاش فيه أي جسم غريب موجود عندنا يبقى أهم حاجة عندنا بنطهر الجرح ونضغط بأي باك أي حتة شاشة حي حتة قطنة تتناسب مع حجم الجرح بنحطه عليه ونبدأ نمسكه ونضغطه أو نجيب شاشة ونربط عليه جامد لغاية ما نبدأ نتحول ونوصل إلى مكان الإسعاف ليبدأ يتعامل مع الجرح بالطريقة العلمية الصحيحة ويشوف هو محتاج إيه بالزبط ونبدأ بعد كده بيبقى الطبيب هو اللي مشرف هو اللي بيعالج وهو اللي بيدي كل التعليمات ونظام المتابعة إن كان فيه غرص جراحية يقول إمتى هتتفك وما إلى ذلك ويتدخل معها إزاي من الحاجات اللي بقى اللي برضو اللي عايزين نشوفها ونتكلم فيها أما يبقى فيه حالة كسة طبعا أي حالة وقوع استضام حادث كل ده بنبدأ ممكن ونبدأ نشوف وضع غير طبيعي في منظر الإيد في منظر الساق في أي مكان ويبدأ فيه اشتباه عندنا وعندنا احتمال وعندنا دايما هاجس إن فيه كسة حصل في الإيد أو في الرجل أو في الأصبع أو في أي مكان فيه عض دي نبدأ نتعامل معاه إزاي أبسط أنواع التعامل مش عايزين أبدا بشوف هنا رضوط فعل غير طبيعية من الناس في الحالات دي وشوفتها في الشوارع وشوفتها في البيوت مع الناس وحتى الأمهات ما ييجوا بطفل واقع وما إلى ذلك ويبدأوا يقولوا لا ده كويس قوي وكل هامه إنه يخليه يحرك المكان اللي هو مشتبه فيه بالكس كأنه بيطمن نفسه في حين إنه ممكن يكون إن دي الأمر يضاعف الكس ويزوده ويعمل لنا مشكلة كبيرة جمدة جدا أما يكون العضمة دي في حالة لو حصل لها كس وبدأت بقت حدة جدا أي حفة منها بقى حد جدا وبقى زي السكينة المسنونة أحد ما يكون وممكن مع الحركات الغير وعية اللي الناس بتعملها ممكن نعمل تمزق في الأنسجة ممكن نقطع شيان نقطع وريد ونضاعف الأمر والأمر يزداد سوء ويعمل لنا نزيف دك خليه وندخل في أمور إني دايما بشوف الناس في الحوادل شفتها كتير وحصلت كثيف الشوارع أما واحد يقع ويبدأ يقوم يمسك إيد يمسك رجلي يبدأ أول حاجة الناس يقول لك حرك إيدك اتنيها يعدلها وقع على رجلي يقول لك وقف وضرب رجلك في الأرض كل ده سبحان الله ويبدأ يقول لقد كويسها على فكرة طبعا تكسروا الكلام ده بيعمل ألم جامد ولكن في حالة الحادث الجسم يطلع كمية أدرينالين رهيبة ممكن تعمل مصك يعني ممكن تغيب أي احتمالات ألم يقول لك هو مستحمل عادي خالص لا ده فيه حاجة جامدة قوي زي واحد واخد مسكن بتركيز عالي قوي 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 لدرجة إنه مش حاسس بالألم إنما يبدأ بعد كده أو من يبدأ يقل في الدم الأدرينالين وكل الحاجات اللي بفرزها الجسم في حالة الحادث وحالة الوقوع وحالة الاستضام تبدأ بعد كده يبني الألام تبنبج طيب نأخل الاتصال ده ونكمل مع حضرتكم تفضلي يا مدام سعيدة صحيح عليكم طيب بركاته يا فندم تفضلي لا صح يا دكتور أنا أهلا بحضرتك أهلا بك يا فندم لا صح يا دكتور حضرتك ابني عم بخدوة الشرف أي يا فندم وأنا شفت فيه بعد ثلاثة أربع شهور كده أنا فيه كلاكية ورويد له كده زي البلية كده ده بتحركة يعني النحيتي دكتور أزم الحنجرة أي يا فندم فقال لي أن دي فيروس اسمه CMV بيتوا لعلاج لفترة كبيرة أول حوالي شهرين وشوية ولسوا ما جابش أي حاجة عينة دي جاي طيب حضرتك الكلاكية اللي انت شايفها دي أو الغلط دي موجود على ناحيتين ولا ناحية وحدها لا يا دكتور على ناحيتين طيب حضرتك طيب وحجمها بيزيد أو عددها بيزيد لا ما بيزيدش ولا هي بتقل أحيانا بتضعف كده وبعدين ترجع تاني الأصلها يعني طيب الولد ما فيش أي التهابات في فروت الرأس عنده نعم الرأس برأسه فروت الرأس ما فيش التهابات ولا حبوب ولا الولد يهرش في رأسه كتير لا هو بيهرش في ودانه بس كده بحس نوع من دائم من ودانه ودانه طب وفي مشاكل في ودانه ولا لا نعم في مشاكل في الودان لا ما فيش أي حاجة ما فيش التهابات ما بيجيبش صديق بس الدكتور قال نسألها الموضوع ديان طب حضرتك في أي غدى تانية موجودة في رقابته من وراء بتشوفيها حضرتك سمعاني يا مدام سعيدة ولا لا معلش يا دكتور لا بقولك فيه غدى تانية موجودة في رقابته من وراء ولا لا أنا أسفى جدا من زمن حضرتك كويس سمعاني شوي طيب أنا هرده على حضرتك وتابعيني حضرتك طب بنيجي طبعا كتير قوي من الأطفال بيجولنا وبيبقى فيه مجموعة من الوداد اللمفوية موجودة بتبقى موجودة دايما ممكن تحت الودان ممكن في المنطقة بتاعة الخلفية للراخبة فيه طبعا المجموعات دي كلها فيه غدى اللمفوية بتطلع نتيجة أي التهاب في أي منطقة دايما فيه غدى اللمفوية مسؤولة عنه وبتبدأ تتفاعل مع أي التهاب وبيبقى رد الفعل إن الغدى دي بتبدأ تتضخم وتبدأ تبنلنى بنشوفها طبعا الحاجة المسفورة قوي ما يكون فيه التهاب في اللوزتين والناس كلها بتشويف الغدى اللمفوية اللي تحت الفك حتى بتظننن هية دي اللوز حتى الناس تستغروا بقوي إن بعد الطفل ما يشيل اللوز يبص يفاجأهم إن الغدى دي طلعت أو كيبه يتقولك داي ولد شيل اللوز بقوله دي ألا دي الغدى الغدى اللمفوية اللي مسؤولة على المنطقة كلها بتاعة الحل أي التهاب في الحل هتكبر أي التهاب في اللسع في اللسان في الفم ومنها اللوزتين اما يحصل فيهم التهاب دي مثال للغدد اللينفوية طبعا فيه مجموعة من الغدد بتطلع احنا طبعا فيه شبكة كبيرة او في الجسم الغدد اللينفوية بنبدأ نتابعها فيه امارات خاصة بالغدد وبنبدأ نشوفها وفيه حاجات من حاجات اللي بنشوفها كتير قوي ممكن تكون زي اللي مادام سعيلة بتقول عليها نلاقي مجموعة من الغدد خلف الازن او في المنطقة بتاعة الرأس الخلفية وبنبدأ نشوفهم اهم حاجة ما نلاقي الغدد دي طبعا دي بنشوفها فيه غدد بتطلع ونبدأ نشوف هل فيه التهاب في الجزء لما بالمنطقة اللي بقولها عليها فيه غدد في الرأب من وراء ولا لا وفيه نهايات الاسكالب اللي هي دايما على اخر حدود الشعر بتاع الرأس كلا ولا لا ونبدأ نشوف غدد ونشوفها ناحية واحدة ولا ناحيتين ونبدأ نتابعها طبعا بنشوف لو فيه اي التهابات في فروط الرأس لو الأم مثلا حتى الطفل في حبوب طلعة بيهرش في الماره كتير الأم بتستعمل حاجات كتيرة في الرأس تبدأ تعمل نشاط في المنطقة دي وتبدأ تطلع علينا الغدد دي اللي بنشوفها طبعا بنبدأ نقول لو فيه اي عامل مساعد لهذا الأمر بنبدأ نقول للأم وننصحها انها تبدأ تهدي الأمر ده لو حاجة عايزة تتعالج بنعالج التهاب بنعالج حبوب بنلاقي الغدد دي بدأت تقل وتختفي تماما طيب بنقلع من إمتى لما نلاقي الغدد دي بدأت عددها يكبر يزيد يطلع عن ناحيتين الحجم انتاعها يزيد بدأت لقدر الله تلتحي من الغدد دي وكلام ده دايما أما نلاقي الغدد بنشوف دايما ونقول للأم احنا بنقلق في الحالات دي وبنديها موعيد طب تجيلي بعد اسبوعين بعد ثلاثة بعد شهر حسب الحالة عشان نبدأ نتابع الغدد دي طبعا من المثال اللي بيقول الدكتور بيشتبه ان يكون فيه فيروس من الفيروسات اللي زي اللي بيقوله لما دام سعيدة ان فيه فيروس ممكن يكون نشط ده احتمال من الاحتمالات اللي ان يكون فيه غيروس من الفيروسات حصل لو فيه التهابات برضو في الأذن أو في منطقة الأذن الخارجية أو اللي حواليها ممكن تدينا الغدد اللي خلف الأذن دي ولكن احنا بنشوف لو فيه سبب واضح بنعلقه ما كانش بنبدأ نشوفها وفيه أطفال كتير بنشوف عندها غدد ويبقى التشقيص العام اللي موجود بنقول اندفنشيتد لمفادنايتس يعني غدد غير معلومة السبب وبنبدأ نتابعها نشوف فيه سبب هيظهر لنا ولا ما فيش سبب هيظهر الغدد دي الحمد لله بدأت تقل مع زيارة منعة الطفل مع زوال السبب اللي موجود ولا لقدر الله بدأت تزيد كانت على ناحية واحدة بقت على اتنين بدأ حجمها يزيد بدأت تكبر بدأت تلتحم بدأت تبان في مناطق كتيرة ونبدأ نتابع ونبدأ أكشف على كل المناطق اللي تحت الباط واللي في جنب العنى في النحيتين وفيه مناطق نشوف الغدد اللي في الصد والمجموعات الموجودة في النك في الرقبة كلها نبدأ نحسس عليهم كلهم ونشوفهم هل فيهم نشاط ولا لا علشان لما بنشك في الأمر ده بنبدأ لازم بنطلب على طول أن يتخذ عينة من أي غدة وتتحلل علشان ده مهم جدا علشان تدينا نتيجة بتبقى نتيجة حقيقية لأن في نشاط في أي مرض من أمراض الغدد ولا برضو الأمر فضل الله آمن تماما وبنائم تماما ما فيش أي فيه مشكلة ونبدأ نعالج لو في حالة لو في منطقة ملتهبة فأنا بطمينها إن شاء الله أنها بتتابع الأمر والبرضو الفيروس اللي بيقول عليه الدكتور أو بيشتبه فيه ما يقلقش ولا حاجة السيمي جاله فيروس اللي بيقول لها عليه طبعا سبحان الله نعرفين معظم الفيروس كلها ما فيش لها إلا إننا بنسيبه الفيروس بييجي بياخد الضبرة بتاعته وبيخلص فيه بعض الفيروسات ما بدي دهاش لمدة حيوية بديش حاجة فيه بعض الحاجات وبعد الحالات بنيديها حاجة أنتفيرل يعني بعض الأدوية اللي بتقلل نشاط الفيروس وبنيديها أما تكون الحالة مستدعية ولكن أنا رأيي إنها بتتابع الأمر وبلا ألأ مطلقا وإن شاء الله يكون حاجة آمنة وما يكونش فيه أي ألأ حتى الاحتمال اللي الدكتور بيقول عليه طبعا لو إنه شكك فيه فيه تحليل بيتعامل عشان يأكد إن كان ده السيمي جاله فيروس ولا لأ ونشوف أهم حاجة له النشاط ولا لأ وفيه تتابعات بتحصل وفيه زيادة بتحصل ولا لأ وده اللي بطمن به مدام سعيدة إن شاء الله رب العالمين بنرجع لموضوعنا وبنتكلم عن أما يحصل فيه كس ونشتبه فيه كس إيه اللي نعمله؟ أهم حاجة عندنا إننا نسبت المنطقة بتاعة الكس ما نعودش نحرك فيها ما نعودش نخلي الصاحب الحادث أو المريض يبدأ عشان نطمن على إيده وشوفت أمهات حركوا إيد أنا حركت إيده وتنتها وعدلتها والولد استحمل ونفاجأ إن فيها كسر مضاعف كسر مضاعف وسبحان الله رب العالمين والحركات دي كلها ممكن تحرك بقى العظم تزدد تزود التفتت اللي فيه تعمل لنا مشاكل بنقول في الأنسجة اللي حواليه توسع اللي هو عظمة تبقى مشروخة إحنا نزودها ونخليها تبعد يضبك الشرخ الخفيف اللي موجود بدأنا من الحركة اللي إحنا بنعملها ومن التدخل الغير واعي اللي بلا علم بدأنا نخلي العظمة تبعد خالص عن بعضها من كتر ما بنقوله حرك إيدك وتنيها وفردها ونقوله اضرب رجلك في الأرض ويعمل وسبحان الله رب العالمين وده نشوفته شخصيا نستيجي وتقولك اضرب رجلك في الأرض وقف حمل وقولهم سبحان الله ما عليش بعدين أقولهم ده أنا طبيب ويسيبوا الأمر بس انتم تماما ألاقي سبحان الله ونبدأ أشوف مش عايز كل التفاعلات دي مع أبدا كل اللي بنعمله إننا بنسكن بنسبت الأمر ودايما نسبت على الوضع اللي يقلل الألم لما يكون الألم شديد جدا عند اللي حصل له الحادث أو ما إلى ذلك دايما نشوف نسبت بأي درجة من التثبيت نسبته على كرسي على حاجة لو قدرنا نسبته نمسكه بإيدنا نحط تحته أي حاجة معدنية أي قطعة خشبية أي حاجة لو عرفنا نسبته هو ده التثبيت في الوضع اللي فيه أقل درجة من درجات الألم وما فيش حد يتدخل معاه إلا طبيب عشان بعد كده الطبيب يبدأ يتعامل بعلم يبدأ يطلب أشعة ويبدأ يثبت الأمر يشوف إيه اللي موجود جوه عشان نبدأ يتعامل معاه ويبدأ يشوف الصالح لهذا الأمر ويبدأ التدخل إلى الصحيح في أي كسر أو شرخ أو ما إلى ذلك هو ده اللي احنا عايزين مش عايزين من الناس أكتر من كده مش عايزين أي إنسان يبدأ يزود الأمر زي ما بنشوف والناس عايزة تطمن نفسها بإنها تقول للعيان افتح إيدك اقفلها حركها اتنيها وقف اضرب رجلك في الأرض طب عملها كل ده ممكن يزود الأمر سوء لو فيه نزيف هيتضاعف لو فيه كسر هيتضاعف لو فيه أي حاجة حد موجودة في العظم ممكن تعمل لنا مشاكل كبيرة أو كل الأنسجة المحيطة في كل الشريين والأوريدة المحيطة فدايما الأمر ده مهم جدا مش عايزين أكتب من كده خالص أنا بنقول أبسط حاجة اللي ممكن نتدخل بيها وأقل علم نعمله قبل ما ينصل نوصل لطبيب أو يصل إلينا طبيب يبدأ يتعامل مع الحالة بعد كده بنشوف دايما الحاجة برضو اللي بنشوفها إن طفل يبدأ ياخد أي دوة موجود في البيت ودايما دايما بنقول إن الأدوية لازم ويبقى مكتوب على كل علبة مكتوب إن الأدوية تكون بييد عن متناول أيدي الأطفال دايما نخلي كل الأدوية دايما بعيد عن متناول أيدي الأطفال طفل مش هيركز أبدا طفل ما عندوش علم شايف إزازة مفتوحة أسهل حاجة إنه يشرب منها ونشوف المشكلة دي مش في الأدوية بس نشوفها في المواد المطهرة والمواد وأدوات التنظيف اللي موجودة في البيت أي حاجة فينيك ميت نار صودة كوية كل الكلام دا بنشوفه ونقول للأم لازم الأم تبقى مركزة قوي 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 ولازم يبقى عندها أماكن سبتة وحاجة المنظفات دي يكون لها مكان ويبقى لها رفوفة عالية عشان تبدأ فيها وتاخد منها وتقفلها وترجعها في الحال ما تستناش أبدا ما نتفعش تجيب الإزازة عشان تحط منها على حوض أو على أرض وتسيبها مفتوحة جنبها مش هيحصل حاجة والله ومش هيحصل نك تبدأي على طول في عملية التنظيف أو عملية إزالة أي بقع أو أي حاجة وقع لا مش هيحصل أنت حطيت الكامير اللي أنت عايزاها على طول بنقفل الإزازة ونشلها مكانها وكذلك الأدوية مشكلة كبيرة في الأدوية وبيجي لنا أطفال واخدين كل أنواع الأدوية الأب والأم بيلك تراس وساعات بيبقى سهو ونسيان وما يكفيش إنسان هيخلو من السهو والنسيان ولكن عايزين يبقى عندنا قواعد سبتة وعندنا أي دواء يبقى محطوط في مكان في شنطة مقفولة محطوط في أجزخانة محطوط في دولاب لما وعيد بطلع باخد الدواء وشيلوا مكانه واقفل كل الحاجات حطه في العلب بتاعته واقفل عليها حطه في مكانه وأغلق عليه تماما ما أبدأش أطلع وأحط الشريط كلها قدامي وأخذ من الشريط وأسيب واحد هنا وواحد هنا والدواء مفتوح أو العلب موجودة في متناول أيدي الأطفال ونبدأ نيجي وعمليات لا تنتهي كل يوم ناس بتتصل والناس بتيجي الولد خد كذا وبلع كذا وشيرب كذا ونبدأ نقول سبحان الله عالمين نبدأ الأول نستفسر عن المادة عشان لو في حاجة عندي سريعة ممكن وعندي علم بالمادة دي والآن تضغط الحاجة المعاكسة لها أو الحاجة المضادة لها أبدأ أقولها في كل الأحوال أنا وكل الناس كلها بنبدأ نقول للأم على طول بنتصل بديما بمستشفى السموم في واحدة في جامعة الخاهرة وفي واحدة في عين شمس ودولة طبعا الخبرتهم عالية جدا في الأمور دي إلا رقم بتاعهم بيبقى موجود في الدليل ويبقى موجود حتى في كل أجندة من الأجندات اللي مجيبها أول سنة هتلاقي مستشفى ورسم السموم دا موجود إلا رقم بتاعه لأن حاجة مهمة جدا فعلا زي ما حطين المطافي والإسعاف والنجدة حطين مستشفى السموم والرقم بتاعها حطينه بنتصل على طول ولا شخصيا في أي حالات كتيرة جدا لما يكون عنديش علم كافي بالمادة اللي موجودة دي إزاي تعابل معاها اللي الطفل خدها مهم قوي أننا نحدد النوع النوعية نحدد الكمية والمدة اللي خد فيها الطفل أول حاجة طبعا اللي بيبدأ نقول للأم إنها لو قدر إن الطفل في الأول الساعات الأولى خصوصا قبل ما يحصل المتصاص إن الطفل يبدأ نتخلص بالحاجات اللي ببطنه إن الطفل يقدر يقدر يتقيق يطلع في حاجات طبعا بتساعدنا في التقيق إحنا ساعات بنحط خفض لسان طبعا التركيز العالي من السكر أو الملح من حاجات اللي بتهيج المعدة اللي ممكن نديها للكبير ولا للصغير ممكن لو خد عملنا ملح مركز قوي أو سكر مركز قوي وأقل كمية ممكن تهيج المعدة وتخلي الإنسان يتقيق وفيه ناس ما بيقدرواش يتقيق وخالص مع كل الحاجات دي طبعا ما يحصل تقيق وينفرق كل محتويات المعدة بما فيها من المادة اللي خدها الطفل أي دواء خده كل ده بيساعدنا إننا نبدأ كل الأثار نقللها بسرعة جدا إن طول ما الدواء موجود يمتص ويبدأ يدخل على الدم ويبدأ يجيب كل الأثار الجانبية لإن اللي واخده طفل واخد دواء وبياخد أدوية مش بتاعته خالص أدوية كبار في أطفال بياخدوا أدوية ممكن بتاعتها وتبقى إحنا بنعلم الجرعات القصوى فيها وتيجي الأم تقول نقول لها الطميني تماما يبقى الطفل الشير بنص الإزازة ونقول لها الطميني فضل الله الدواء ده سيف حتى لو قاد الإزازة كلها ما فيش مشكلة والجرعة بتاعته عالية قوي قوي اللي هي بنقلق منها اللي هو لإنه كل دواء بيعمله على اختبار ولازم بيكتوب فيها أقصى جرعة يوصل لها للواحد قبل ما يدخل في حال التسمم أو في حال الضرر جامد أو يبدأ يعمل أثار جانبية ففي أدوية كتير الأم تقول أقول لها إن شاء الله ما فيش أي ألأ لو خد حتى نص الإزازة خد تلت باعها خد من الدواء ده إن شاء الله ما فيش أي مشكلة إنما في أدوية تانية بقى بتاعت الكبار اللي لا تمت للطفل بصلة خالص وتبدأ تدخل الأدوية اللي فيها هرومونات الأدوية اللي فيها مسكنات جمدة جدا أدوية اللي فيها أدوية القلب وأدوية السكر وكلام ده يمكن أن تبدأ تدخل وتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا المهدئات وما إلى ذلك بنبدأ على طول أهم حاجة نحدد النوعية نحدد الكمية على طول بنقول أمهات كتير يقول لهم تروحوا على طول على مستشفى السموم في بعض الحالات ألاقي الطفل كويس وكل حاجة وكمية ما تقلقش بس لازم أقول لها أنها نتصل بمستشفى السموم ونبدأ الدكتور يكلمنا نقول له على المادة نقول له على الكمية نقول له على سن الطفل أو الكبير في كل الأحوال ويبدأ يقول لنا فيه ناس بفضل الله ساعات الدكاتة يطمنونها تماما أو يقول لنا حاجة مضادة نبدأ نديها على طول عشان برضو نوفر على الناس اللي هم يقوموا ويوصلوا لجامعة عن شمس أو القاهرة أو أي مكان في الجمهورية يكون فيه مركز للسموم والناس اللي بتتعامل معها في حالات بيطلبوا في الحال أن الطفل يروح وفي حالات ما استناش أنهم يتصلوا والاتصال يأخرنا وأقول الطفل ده لازم يروح في الحال بيروح هناك على طول بيتعمل له وسيل معدى بيتعلق له محاليل بيتعمل له فحوصات بيتحط تحت الملاحظة حسب الحالة وحسب المادة وحسب الدواء اللي خدوا الطفل حسب المدة بفضل الله عز وجل أن دي سيف لايف ده حاجة منقزة للحياة ومنتواناش عنها ودايما بنقول أن الأساس أن يبقى عندنا نظام الأدوية تبقى محفوظة في مكان بعيد عن متناول الأطفال أي حد بياخد ده وما يسيبوش محطوط ومفتوح والطفل مش هيقدر مطلقا مش يبقى عنده أي فكر أي حاجة يبدأ ياخدها وياخدها بلا وعي وياخد منها كميات ولو الطعم عجبه هياخد ونلاقي الطفل جاي والله ياخد شريط كامل من الدواء وياخد عدد مهول وبنبقى في قلق جامل قوي وابدأ أتابع الحالات وأخلي الأم تبدأ تستبعني وتقول لي عملت إيه والطفل وصل لإيه وفي لغاية مربنا يعافينا ويعافيه من كل سوق إن الأمر ده بيبقى خطير جدا نفس المواد الكوية اللي بنقول فيها كل المواد الكوية والحاجات اللي بنستعملها في البيت الناس اللي بتجيب صودة كوية وميت نار وفنيك وكل الحاجات دي الحاجات دي لازم بتبقى لها مكان محدد وبنستعملها ونشيلها في الحال ونسيبهاش طبعاً بنشوف مشاكل كثيرة قوي قوي طفل اللي بيبدأ يشرب أي حاجة من دول ويبدأ يحطها على الفم ويتضفق الحالة ساعات فيه مواد طبعاً كفاية إنها تدخل للحال تبدأ تعمل لنا تشوه رهيب في كل المدخل بتاع الفم وفي الجهاز الهضمي والعياذ بالله وفي المريء وفي المعدة كل ده بنشوفه وبنطفل بيدخل في ضيلمة رهيبة بعد كده والعياذ بالله ويدخل في عمليات توسيع وعمليات ترقيع ومشكلة كبيرة قوي قوي دايماً بيتيجي بسبب الإهمال ونبقاش عندنا نظام وعندناش كنترول وعندنا حكمة في استعمال الحاجات دي وإننا نستعملها بنظام دايماً بنظام ما نخلهوش أبداً أبداً في متناول يد طفل وميبقاش فيه أي اشتباه بعدين حتى كبير والله بيشتبه على ناس لما نسيب إزازة مفتوحة كانت إزازة حاجة ويحط فيها ميا كل ده مهم قوي قوي بالنسبة لنا علشان سبحان الله بالعالمين المشاكل بتبقى كبيرة قوي وبتلازم الناس العمر كله ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وصلنا بكم النهاردة لنهاية حلائتنا وتمنى لنأخذ بعض النصائح دية وتكون دايماً ملء العين والأزل والبصر ما نتوانش عنها أبداً وإلى أن نلتقي نستوضع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة